السلام عليكم الله وبركاته. انا بحب اولا اشكر سيد الدكتور علاء رشاد على الدعوة الكريمة. وعلى الضيافة الجميلة ان شاء الله. واتمنى يكون المؤتمر مفيد وانشاء الله. اتكلم اول حاجة على الكميوتي اكوير نيمونيا. طبع معروف ان النيمونيا من الديزيز اللي هي كلاسيفيكيشن كتير. حسب الكاتيجوري وحسب الانفكشن وحسب الارجانيزم. فمن اشهر كلاسيفيكيشن فيها اللي هي كوميوتي اكوير اكوير نيمونيا دي معناها ان فيه انفكشن في اللونج برينكيمة اقامل باي سيمتومس of acute illness. which not acquired in hospital or other long term care facilities. النوع الثاني اكوير نيمونيا دي نيمونيا اكوير two days after admission. which wasn't incubating a time of admission. النوع الثالث اللي هو الفنتيليتور اكوير نيمونيا. دي نيمونيا developed two or three days after intubation. كان فيه نوع رابع بنسميه health care astute pneumonia. وده حالياً discontinued. فكل الجايد الجديدة مفيش حاجة اسمه health care astute pneumonia. حالياً تابع الفنتيليتور او تابع اللي هو هزبت الاكوير نيمونيا. الكميوتي اكوير نيمونيا دي وان او زا مست كومان انفكشواز ديزيز ورلد ويت. وتعتبر زا six leading cause of this in usa. ابديميولوجي بتاع النيمونيا. زا كوميوتي اكوير نيمونيا. فيه اتنين الارجانيزمه همين خالص? استريتوكس نيموني دي زا كومانست. وبعده هلهموا فلسنفلونزا والستاف. وبعد جرام نيجاتف باصل لاي. زا طبعاً الجزء مهم جداً من كوميوتي اكوير نيمونيا. اللي هي اتيبكال نيمونيا مايكو بلازمة وكلاميديا وليجونيلا. والفيرال انفكشن. طب اشهرهم طبعا زا كومانست استريتوكس نيموني. دي زا موس كومان فورم اوف كوميوتي اكوير نيمونيا. دي عبارة عن جرام ودي كاركترستيك باي تيبكال سيمتومز. تيبكال معنها فيه اكيوت انست فيفر وكوف وماليز. مع الودي في الاكسري لها كاركترستيك بيكتشار لوبر بيكتشار. ان سابريست هست. ان تونتي فايف بكتريميا. النوع التاني اللي هو الاتيبكال نيمونيا. تختلف الاتيبكال نيمونيا عن التيبكال نيمونيا. ان السيمتوز بقيتها جرادوال. دي اكسري. مفيحاش اللوبر بتر بتاعت التيبكال نيمونيا. زاكومانيست مايكو بلازما كيلاميديا ليجونيلا. افرق كل واحدة عالتانية ان الليجونيلا كاركترستيك معها جيو ايتي سيمتومز. معها ديارية ومعها هيبوناتريميا. المايكو بلازما تبقى الينجر ايش بيشانت. وده ما تبدأ بصور سروت. بكده مرضي يخش باكده فيه سكين رايش ومع هيدك. الكيلاميديا تبقى معناها فيه معناها يولينا تركتي انفكشن مع سور سروت. الفيرل ديمونيا طبعا الاسباترون سيست الفيروس وانفلونزا وبرانفلونزا والاظهر فورمس اوف زي كمان منساش الكوفيد اه مع اتيبكال نيمونيا. اظهر بكتيريا بتحصل مع الانروبس في الاسبيريشن او بعد جرام نيجاتيف باصل لايزا الكليبسيلا في الالكهوليكس او الستاف اوريس. افكر في الستاف في الكميوت اكوار ديمونيا في المريض اللي هو دائما عنده او عنده بدأ بسكن ديزيز او بريول فيرال انفكشن. يعني ممكن نبدأ تبدأ فيرال وتحاول الى بكتيريال. ممكن تكمل فيرال او تحاول الى ستاف. فاي نيمونيا بعد فيرال انفكشن دائما نفكر في الستاف اوريس. اكسرا بالموناري فايندينجز فور ديفرينشيشن. تيبكال او اتيبكال. زي قولنا التيبكال نيمونيا لها اكيوت انصت. في افر وكوف وماليز. الاتيبكال نيمونيا لها اكسرا بالموناري فايندينج. ايبكال اتيبكال لها اكيوت انصت سمتوم. فيفر ومعهاش اكسرا بالموناري منفستيشن. بينما الاتيبكال بيكون معها اكسرا بالموناري منفستيشن. باسجونيسيز زي كومنتيس طبعه مقارف انهاليشن او اسبيريشن او هيمتوجينة سبريد. فرايما الانهاليشن عن طريق زي باي باس. النورمال ديفينسي ميكانيزم في الابر ايروي. يحصل لها اسبيريشن للور ريسبيوتر تراكت. او اسبيريشن لما البيشن نفسه اسبيرييت الكلونيز الابر ريسبيوتر تراكت سيكريشن. او هيمتوجينة سبريد. الباسولوجي انفولمنت للانترستيشيام او اللوبر او او برونكو نيمونيا او ممكن تدفولب الى نيكروتيزيك نيمونيا واللانج ابسس. كلينيكال مانيفستيشن. تيبكال واتيبكال والاكستراباليموني المانيفستيشن. في التيبكال نيمونيا كومن معها كوف تبقى برودكتف واكيوت انصت فيفر مع سبيوترم برودكشن عند بلورتكشستيبين. وكلينيكال الساين اوف كونسولييشن. يبقى فيها دايما الدولنس انكليز الفريمتاس ايجوفني ان برونكال بريس ساوند. بينما الاتيبكال مانيفستيشن دايما تبقى فيها درائي كوف وجراد والانصت وكومن معها الاكستراباليمونيلي مانيفستيشن بالزاد في الليجونيلا هايبوناتريميا والدارية. والاكستراباليمونيلي اورجان انفولفمنت سيباريت التيبكال من الاكتبكال نيمونيا. هاو تو دياجنوز? اولا الهيستوري والفيزيكال ايجزاميناشن. الامجنج نستاضي واللاب والانفيزيب بروسيدورز. كاركتريستيك اميجن في التيبكال نيمونيا فيها لوبر اللوبر باتشز زى ما شونا فيها اللوبر او كاركتريستيك في الإيكس سري ومعاه Ηئر برونكو جرام. الكاركتريستيك باترن في الإكس سري اللوبر كوبهن في الستريبتوكال نيموني وا administratocol فيه باتشي. فيها باتشيز في ال 카تيب كالنيمونيا و مايكو بلازمة و الكيلميديا و ال فيرال. لها بتشي ما لغاش ببقاش لوبر. فيه في في تبقى في الفيرال في في ريول نيمونيا و الجونيلا فيها في ال5 evil والكليبسيلة والTIP او يبقى فيها في هاتل او ال5 histاف او ال7 ابتالة اوScyl 47 ال7 طبعا. انا باحتاج sit p هلو انا شاكك اني فيها prim project pneumonia او لو nosotros السيمتومز او برزيستانت سيمتومز برغم التريتمينت. بفكر في البرونكوجين الكارسونومة فبحتاج اعمل سي تي. محتاج اعمل ويت بي سي سي كونت سير اكتل بروتين سبيوتام كالشر اند سمير بروت كالشر بلورال فيلوود سطادي اند سيرولوجو بي سي ار. احيانا في حالات كتيرة بحتاج اعمل آآ بروسيدورز ممكن احتاج اعمل برونكوسكوب بعمل له او بروتكتي سبيسمين براش او ترانسترسك فيل نيدل اسباريشن او ترانسترسكي الاسباريشن. كونكولوجين كيرفورتشويز ان كومبينيشن اف ملتبل ديجنوستيك ميسودز اوود ييل اوبتيمال ريزلتز. هاو تو مانيجمنت ال 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 كوميونيتي اكوارد نيمونيا. طبعا انها محتاج آآ سكور هل ده محتاج اوت بيشن تريتمينت ولا هوم تريتمينت ولا محتاج ولا اي سيو. في كذا سكور بيعابلو عشان اقيم الحالة هل ده محتاج بيبقى محتاج هوم تريتمينت ولا ولا اي سيو. ابسط سكور بتعمل ببساطة في العيادة ممكن حاجة اسمها كورب سكور آآ سيكس فايف سيفيرت بشوف السي كونفيوجن البيشن كونفيوز او لأ بعمل له كدني فانكشن الاقي فيها يوريميا بتاعه عالي شوية فيها والمريد نفسه اكتر من خمسة وستين. في ازر سكور تانية بس ده سمبر سكور ممكن تعمل في العيادة. بشوف المريد نفسه كونفيوزد. اليوريا عنده آآ ريز اكتر من سبعة ملي مول. الريسبيتر ريت اكتر من ثلاثين آآ سايكل برمينت. البلد بريشر على فيها هايبوتنسن. آآ الايش بتاعه اكتر من خمسة وستين سنة. دول خمسة بوينس. بشوف السكور لو السكور بتاعه زيور واحد ده معناها ممكن مرتل تلات لو يتعالج في البيت. بقى لامريد نفسه اقل من خمسة وستين. ما فيش ما فيش تايكاردية ما فيش هايبوتنسن. ما فيش ده ممكن لو السكور بتاعي اتنين ده محتاج عند ممكن يتحجز في المستشفى يوم او يومين وكمل معه. المريض نفسه لو كان سكور بتاعه تلاتة او اربعة طبعا ده محتاج آآ ده المرتل تلات بيعلى شوية ده محتاج لازم بقى فيه كير كويس خالص وممكن تتعاج الاي سيو. ده سكور سيمبل يتعامل ببساطة في العيادة وده بقيم المريض هل محتاج او محتاج طيب هو الى قام محتاج هل محتاج الورد ولا محتاج العشان كده بعض من السكور تاني اللي هو الاسمارت كوب سكور. الاسكور ده بيعتمد على فيزيكال بيعتمد على بتاع المريض. بشوف الاكس ري نفسها فيها الالبيومن الهارت ريت كونفيوز ار نوت الاكسجين ليفل والبي اتش ارتير بي اتش. ده الاسكور سيم ده بيعتمد على بشوف ده هل محتاج اي سيو ولا مش محتاج اي سيو. اتهاز بين شون زات ده عن الاسكور طبعا ده سوبيريور عن الكيرب او النيمونيا سيفيرتي اندكس. او لما بشوف الاى برد بريشة لو هيبو تنسب بياخد تو بوينز. لو فيه الاكس ري ملتلوبر افكشن واون بوينت. الآبو من اقل من ثلاثة ونص جرام بردسلية تراخد بوينت. لو اكتر من ثلاثين. الهارت ريت اكتر مية خمسة وعشرين. اشوف الاكسجين ليفر. سواء بلس اكسيميتر او بلوت جازيس. لو كن بالبلس اكسيميتر لو كان دي ساتوريشن اقل من تلاتة وتسعين في المية. السن اقل من خمسين او اقل من تسعين في المية. ولو سن اكتر من خمسين. واشوف البيتش لو كان فيها سيدوزيس بديها تو بوينتز. وبابدأ اعمل سكور ده واشوف لو كان مريض نفسه عنده زيرو الى اتنين بوينتز ده له ريسك. تلاتة اربعة بوينتز مدة ريسك. خمسة ستة بوينتز هاي ريسك. امعا اكتر من سبعة فيري هاي ريسك. الفيرا هاي ريسك ده معناها انه محتاج اي سيو ادميشن. فيه طبعا سكورز كتيرة جدا او فيه بقى النيمونيا سيفيرتي اندكس. ده شوية بشوف المريض نفسه. ده اتشخص كوميوتي اكوار ديمونيا. لو الايش بتاعه اكتر من خمسة وستين. ده محتاج اساس هل هو ميلد ولا موته ولا سيفير. طيب اشوف بعد كده هو المريض نفسه. اه المستوى هل هو عنده كو اكزيستنج ديزيز تاني. هل عنده مسلا اه كانسر عنده ليفر ديزيز هارد فيليار كارديو فاسكور ديزيز او ريال ديزيز. لو عنده ابدأ اشوف الفيتال صين البرات جازيز البرات بريشر. وابدأ اعمله اساسمنت وشوف السكور بتاعه. لو كان السكور بتاعه بدأ اياخد واحد في المية. معناها هل هو لو ريسك ولا مدة ولا هاي ريسك. والسكور ده بقى كومبريكيت شوية. انا يكفع بالنسبة لي السمارت كوب سكور. وده لو كان فيري هاي محتاج اي سيو. لو كان هاي. ده محتاج لو كان لو كان كان اوتبيشن تريتمنت. امبورتنس اف امبيريكال انتيبيوتك تريتمنت. ديزبيت امبروبمنت في الدياغنوستيك ميسود. لكن برضو محتاج ان اعمل اتأكد تماما ان هي كوميوت اكور نيمونيا. واعرف الاورجنزم اللي سبب بالنيمونيا ديها. درج رزيستنس. طيب حسب الانفكشوز بتقول هل هو ممكن ابدأ امبيريكال تريتمنت لحد ما اعمل الكالشير سنستيفيتي. طبعا النيمونيا مش محتاج انتظر عليها. لازم ابدأ تريتمنت امبيريكال حسب انا شخصتها ايه? وباكده ممكن اعمل كارشل سنستيفتي واشوف الاورجنزم ايه? طيب المريض الاوت بيشن تريتمنت. ده خلاص انا ديسايد انه هو باوت بيشن تريتمنت اي تريتمنت? اولا لهو هلسي انديفيدوال. مفيش عنده مشاكل. في الاست سري مانس بابدأ بالماكروليد او ممكن ابدأ بالدوكسيكليم. لو مريض نفسه معاه كوموربت ديزيز. هارت ديزيز لانج ليفر او ديبيتك او هيبار تنسيف. اما ابدأ بلاикуسيكسسيكسة ايا م THERE ابدأ بالمكروليد مع البيتالاكتام دا فالاوت بيشن لهو انبشن تريتمنت اما ابدأ مع مريشباتوري فلورو كينيرون او مكروليد. اين بيشن في الاي سيو. لازم ابدأ مganي بيتالاكتام. سيفوتكزيم او شري ازروميسين. او Steven dispute concern. لو الحالة كان فيها سودومونوس. لازم قدي غطي الانتيسودومونال آآ آآ بيتالاكتام بلس الانتيسودومونال كينيلونز ايزر سيبرو او ليفوفلوكستاسين. بيتالاكتام او بلس المينيجولايكوسويد. طب هل محتاج ادي مع الانتيبيوتكس انازر آآ تريتمينت ممكن يبدي مع انتي انفراماتوري سواء كورتكس سوريد او ستاتين اميونو ميدولاتري ستاتين او انتيكواجيليشن حسب الحالة هحشوف معامل معايقه. اوت بيشنط مانجمنت ان بريفياسلي هيلسي بيشنط. يبقى الارجونيزم ازا كومانيست بريفياسلي هيلسي هل هو استريبته كوكس نيمونيه ولا مايكوب لازمة ولا فيرل ولا ولا اتيبيكال. يبقى الركومنديشن بدي له ادفانسد ماكروليد او دوكس سايكلين. لو البيشنط انزا وصري مانس فيها ما كانش هيلسي قبل كده بدي له رسباتر كينيرونز مكسي او ليبو فلوكسسين او بدي ادفانسد ماكروليد مع اموكس سايكلين كالوينيك اسد. بنا لازم اغطي هنا هو التيبيكال او لا تيبيكال. اوت بيشنط مانجمنت ان بيشنط ويز كومورويد ديزيز كارديو موربينوري ديزيز او امينو كومورمايز بيشنط. الاورجونيزم استاستوكس نيمونيه او فيرل او هيمفلس انفلونزا لازم الكممنت ابدأ معه او او انتبيوتك كينيرونز او ادفانسد ماكروليد معه بتلاكتام. امبيركال تريتمينت فور انبيشن تريتمينت. ازا كوميس الانبيشنط بيكون معها ايزر. فالريكممنديشن لازم اغطي او ادفانسد ماكروليد بلاس بتلاكتام. طب المريض نفسه خلاص انا في بتاع انا اه قررت ان هو محتاج اي سيو ادميشن. فهل محتاج مكانك او عن سيبتك شوك. ازا بقى قيم المريض نفسه هل ده معناها سيفير فورب. بقى محتاج مكانك الهو فيه مع مع اسيدوزيس. وفيه اه مينو كوراكيريا اللي هو هايبوتينسيف ملتلوبر ديزيز. البي اي اي او او اقل امتين وخمسين. الاورجونيزم استاستوكس نيموني او او مايكو بلاسما ده معناها محتاج اي سيو او سيفير نيمونيا. في الاي سيو تريتمنت. البيشن لو نو رسك فور سودومونس. بقى ده ما احتاج انترفينس بتلاكتام. اه بلاس مكرولايت اور كينيلون. لو المريض نفسه فيه رسك في سودومونس. لازم ادي انتي سودومونال انتيبيوتكس دابل سيرابي. باختار انترفينس انتي سودومونال بتلاكتام. سيفيبين او او امبنم او ميربنم او ببراسيل انتزوكتام بلاس الانترفينس انتي سودومونال كينيلونز. او تريب السيرابي انترفينس انتي سودومونال بتلاكتام بلاس انترفينس اماني وليكوسايت بلاس انترفينس ماكرولايت. هل بستخدم كورتيكسترويد في النيمونيا? طبعا ده موضوع مازال لسه موضوع فيه ديبيت كتير. لكن في حالات اللي هو سيفير آآ فورم افنيمونيا بحاجة اي سو ادميشن او السيفير فورم او معا اميونو آآ ديفينشن دي سندروم. ممكن ابدأ مع انت ادي معاك كورتيكسترويد. طيب البروجنوستيك هل مريد نفسه هل انا تتوقع انه هبقى فيه او مفيش بقى فيه آآ بروجنوستيك كريتيريا. اولا الايش اكتر من خمسة وستين هتوقع ان دي فيه بور بروجنوزيز. لو معكم رينال ديزيز هارت فيليا الكوروني ديزيز او من الاول خالص انه هو هايبرتنسيف هايبوتنسيف او الاسباتوريت نفسه عالي او فيفرش. اللاب لو كان فيه عالي اكتر من تلاتين او فيه ليكوبينيا او بارشال بريشار او اكسيد اقل من ستين مليمتر ميركري ده كلها بور بروجنوستيك كريتيريا بحتاجة كير محتاجة برضو ابقى مستعد دايما في اي وقت انه بحتاج الاي سيو. امتى بعد ما عملت احاول الاورال سيرابي? الاورال سيرابي. لو بدأ بفيه في الفيفر في الكوف في الدسنيا. بدأ فيبرايل. الويت بي سيز بدأ بعد كريز. بدأ بفيه عنده فانشنينج جي اي تي تراكت اديكويت اورال انتاج. اف اوفر اول كلينيكال بيكتشار او از اثر وايز فيفرابول. كان سويتش الى اورال ثيرابي هوية لستيل فيبرايل. طب امتى عمله من المستشفى? اولا البيشهد نفسه والفيتل سيرابي اصبحت ستيبول. يعني التمبرتشة الاقل من سوعة تلاتين وتمانية من عشرة. اقل من اربعة وعشرين. الهارت ريت اقل من مية. البرات بريشهد بدأ باكتر من تسعين مليمت ميركيلي. البيشن نفسه ايبل تو تيك اورال انتبيوتكس. البيشن ايبل تو منتين اديكويت هايدوريشن ان نيوتوريشن. البيشن منترستاذ از نورمل. كل الكراتيرا في الكور بدأت تحسن الى الى النورمل او قريبة بالنورمل. في الحالة دي ممكن ابدأ اعمل بريباليشن فورج تشارج. اه الانتبيوتكس في الى في الكميونت اكوارد نيمونيا. الديوريشن بتاعها مفيش ترايلز الديوريشن لكن حسب البسجيز وحسب الريسبونس. جنرالي البيشن والس كميونت اكوارد نيمونيا شو بي تريتد منيموم فايف ديز. الدي من خمس الى سبع تيام. اه تو اه مفوض من تو الى سري اه ديز اه شو بي اه فبرايل. لكن مش اقل من خمس تيام. نو كنترول ترايل بقرر انا على البسجين وعلى الريسبونس للتريتمنت والكموربال الانس عند المريض والكمباليكيشن. زا افيدنس فور تراتيشنالي ركوممندد سيفن تو اه فورتين ديز دوريشن اف انتيبيوتكس اه ثيرابي از نوت والستابلشت. اقل تايم خمس تيام بس اربعتاشر يوم في الكميونت اكوارد نيمش ركوممندد. معروف ان شورت كورس اقل من سبعة ايام. هز نو ديفرنس ان افكتيفنس ان سيفتي زاد لونج كورس سيرابي. فور كميونت اكوارد نيمونيا. في البيشن في البيشن اكسبوجي الانتيبيوتكس. ممكن يؤدي الى الانتيماكوربال يعني اللي هو اقل من خمس تيام هنبقى فيه اكتر من خمس تيام الى اكتر من سبعة تيام. مالهاش اي بنفيد زيادة عن اللي هو خمس الى سبعة تيام. فالريكممندد ديوريشن من خمس الى سبعة تيام. طيب مريض النيمونيا هل في رسبونس او ما فيش انا بشوف. ايه اسباب اللي ننرسبونس? اولا ممكن كن من الاول خالص ده في رونج دياجنوزيس. يعني ده اصلا مش نيمونيا ده اتليكتسيز او عنده ماليجنانسي او بالمونير هيموريج. او اصلا انه حصل اه فيه كومباليكيشن. نيمونيا ديوريبت لونج ابسيس. ده محتاج ديريشن اكتر طبعا. اه نيمونيا ديوريبت امبييمة. محتاج انتركوستال تيوب. او الناس. محتاج الانتركوستال. بفي اولا اما او كومباليكيشن حصلت مستبيه آآ ديلتو كويس. او رونج دياجنوزيس. هوتو بروفينت النيمونيا طبعا رقم واحد. وفاكسيناشن. الانفلوانزا فاكسين والنيموكوكا الفاكسين. والفاكسيناشن ده كومنت او افضل في البيشن نفسه اللي هو عند او الايج اكتر من خمسة وستين. طب في الكنيلونز هل انا بختار الموكسي فليكسيسين ولا اللي فلوكسيسين. الاختيار بيتأحث بحسب اولا. مابدأ اولا الموكسي فلوكسيسين لكوانه مريد نفسه انطافه عنده تندون ديز اجتخل pourra اكتر الموكسي فلو فاكسي السبين يعجب البقية. في اوفيه عنفر. اصلari اختار الموكسي فلو مريد عنده فبفضل انختار الموكسي فلوكسيسين عن اللي فلوكسيسين. النيمونيا اللي هي سببها لجون семيلة. بختار افضل المكسوف tweeting. بل لو كانت النيون subway او الرين الركليز بختار المكسوف يخبركiro sangracomorid 10rchl difอ. برضو الميرسا برضو المكسوف في اخفر cambiata. ادنس المرسى ازال keyboardscaciner. طيب اختار keyboardscinar SEB امتى? لو مريد عنده ��ية руго palavقية بختار fasciner افضل من المكسو فلكسسين؟ أو لسودومونس باختار أفضل الليفو أفضل من المكسو فلكسسين؟ بل لو كانت لجونيلا أو لجونيلا أو ستافك باختار المكسي لو كان سودومونس باختار أفضل الليفو فلكسسين شكراً